ودائما في الملف الفلسطيني أثار شريط فيديو تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي غضب الشارع الفلسطيني بعدما أظهر الفتاة أحمد مناصرة المتهم بمحاولة قتل إسرائيلي وهو يتعرض إلى عنف أثناء استجوابه من محقق إسرائيلي الحادثة ليست الأولى من نوعها وهي تأتي في سياق ممارسات من العنف النفسي والجسدي تمارس على الأطفال الفلسطينيين من جهة أخرى انتهت وزارة القضاء من إعداد نص مشروع يسمح بسجن الأطفال الفلسطينيين في سجون البالغين في إسرائيل الابتداء من عمر الثانية عشر عاما وهو ما ربط مباشرة مع قضية الطفل مناصرة هكذا يعتقل الأطفال الفلسطينيون في إسرائيل في القدس الشرقية داخل إحدى حافلات القطار تسحل الشرطة الإسرائيلية بعنف هذا الطفل وتجرده من ثيابه ذلك بتهمة حوزته لأداة حادة نشر هذا المقطع على شبكة تواصل الاجتماعي بعيدة ساعات فقط على فيديو الطفل أحمد المناصرة ذي الثلاثة عشر ربيعا وهو يتعرض للضغط النفسي خلال استجوابه من محققين إسرائيليين بتهمة لطعم إحدى المستوطنات رفقة بن عمه وذلك وفقا للشرطة الإسرائيلية ولأن الطفل أحمد قد يتفادى السجن بسبب عمره تحدثت مصادر إسرائيلية عن التحضير لقانون جديد لمحاكمة الأطفال سيسمح للقضاء بمحاكمة الأطفال من جيل الاثنين عشر عاما ومن ثم تحويلهم إلى مركز تأهيل لمدة عامين وفي جيل الاربعة عشر عاما يتم نقلهم إلى السجن لاستفاء مدة الحكمة العادية التي قررها الحاكم بأمر من المحكمة الفيديو المسرب للتعذيب النفسي الذي طال الطفل أحمد أثر غضب الشارع الفلسطيني مصادر تحدثت عن إعاز من الحكومة الفلسطينية بتحويل شريط الفيديو إلى المحكمة الجنائية الدولية